موسيقى موسيقى أنا اسمي أسامة السلوادي مصور صحفي من 25 سنة في عام 2006 أصبت برصاصة سببت لي شلال نصفي بعد هذه الإصابة صار عندي تحول مهني فانتقلت من العمل الإخباري إلى العمل التوثيقي موسيقى موسيقى فكرة التوثيق البصري كعمل ممنهج بدأت 2007 صدر كتاب ملكات الحرير في سنة 2012 أول مرة يتم تصوير الثوب الفلسطيني بهذه الطريقة تميز هذا المشروع بجمالياته المختلفة جمال المكان وجمال الإنسان وجمال المنتج نفسه موسيقى في 2016 صدر كتاب آخر وهو أرض الورد وهو توثيق للزهور البرية الفلسطينية استغرق حوالي خمس سنوات موسيقى نقلت فكرة التوثيق لاتجاه آخر التوثيق من خلال الصورة هو حالياً اللي يعني خلت تراث الفلسطيني يرجع للواجهة في مجموعة من كتبي زي ملكات الحرير وبوح الحجارة وأرض الورد اتحولت ل... يعني اقتناها اقتنتها الرئاسة الفلسطينية وأصبحت هدايا رسمية لدولة فلسطين تقدم لزعماء العالم ويستخدمها الرئيس في زياراته صدر كتاب بوح الحجارة سنة 2014 وهو توثيق للتراث المعماري كعمل بصري وهو كمان كان الأول حتى أنه أصبح مرجع في عديد من الجامعات وذهبت وحاضرت لطلاب كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية حول أهمية توثيق التراث المعماري زينة الكنعانيات هو توثيق للحلة والمجوهرات الفلسطينية التقليدية وكان آخر إنتاج استغرق حوالي ست سنوات من العمل استهلكني شوي لأنه كان في صعوبة في توفير الكطع لتصويرها بقدر أقول لك إنه هو الكتاب الوحيد اللي بيحكي عن الحلة والمجوهرات الفلسطينية التقليدية في نقص في المراجع وفي التوثيق وعدم وجود منهجية عند أي مؤسسة سواء مؤسسة ثقافية رسمية أو خاصة أو من منظمات المجتمع المدني مهتمة بالتوثيق اشتغال عدد كبير من المصورين في موضوع توثيق الأزياد هو خطوة إيجابية بكل الأحوال ولكن أنا في عندي شعار دايما إنه الكاميرا سلاح وإذا لم يكن خلف العدسة عين مثقفة يصبح سلاح ضدك وليس لك أؤمن بأن الحفاظ على التراث الفلسطيني سيعيد إنتاج الهوية الفلسطينية بشكل أوضح وبشكل أفضل وأنه إحياء التراث قادر على إحياء هوية الأمة وهذا جانب مهم جداً اشتركوا في القناة